الوكالة الجزائرية للأنباء وكعادتها تتورط في نشر أخبار زائفة بهدف المسي بالمغرب في إطار محاولاتها المتعددة والرامية إلى المسي بصورة المغرب تورطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مرة أخرى في نشر أخبار زائفة ومغلوطة ففي قصات بتاريخ ستاشيناير الجاري نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية بعنوان كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرة توقيف دولية واستندت فيها على أخبار كاذبة وخاطئة روشها مواطن مغربي أدانه القضاء الإيطالي بارتكاب عمليات نصب واحتيال وصدرت في حقه مؤخرا أحكام قضائية كما استندت القصاصة أيضا على هلوسات شخص آخر يعاني من متلازمة اتهاد وهمي مزعوم هذا الخبر نفاه مصدر دبلوماسي بالرباط نفيا قاطعا وأكد أن ما تضمنت فقصات وكالة الأنباء الجزائرية من مضامين كاذبة ومزاعم لا أساس لها من الواقع وأنها ليست إلا هجمة أخرى تندرج في إطار خط تحريري يستهدف التهجم على المغرب والمس بصورته وأضاف المصدر داته أن المؤسسات الأمنية للمملكة مشهود لها في العالم أجمع بصرامتها وخبرتها ومهنيتها وأن اختيار المغرب لاحتضان أشغال الدورة التالتة والتسعين للجماعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتر بول إلا مثال من بين أمثلة أخرى على ذلك وفي سياق سعيها الريائس للمس والإدرار متعمد بمؤسسات وطنية تعد من أسس أمن واستقرار لمملكة لم يكن مفاجئا لبتة لجوء وكالة الأنباء الجزائرية إلى نشر هكذا أشكال من الكتابات وغبيته في تجاهل تام لأبسط خواعد الأخلاق والأخلاقيات المهنية ترجمة نانسي قنقر